بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلنا مودا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع الروح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعن نعوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنيل وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسستم فلا فإذا جاء وعد آخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ألما ويدعو الإنسان بالشرف دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا وتفصينا وكل إنسان أنزمناه طائره في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا امتغ فيها ففسقوا فيها فحق عليها القوة فدمرناها تجميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصناها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسع على سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ونالآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلى أن آخر فتقعد مذنوما مخذونا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكضوا صالحين فإنه كان للأوامين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تحرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوعا فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عوقك ولا تبسطها كل البصط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خغيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قطر نحن نرزقهم وإلاكم إن قبلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا نفسا نتيحرم الله إلا بالحق ومن قتن مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القرى إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالنتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تنشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعلن عن الله إلى أن آخر فتلقى في جهنم منوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إلاثا إنكم لتقولون قولا عظيما ونقص صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلية كما تقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوبا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حبيما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذان وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظوا كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا آئنا لمبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغضون إليك رؤوسا ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن نبدتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن شأ يرحمكم أو إن شأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكينا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَهُورًا قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَلْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْنَا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْمُ مُهْرِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ قِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَهِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَصْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ مُرْسِلَ لِلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبَصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا مُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاقَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةً مَنْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طَغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبَلِيسَ إِلَّا إِبَلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة أحتركن ذرية إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليسنك عليهم سلطان وكفى بربك وكينا ربكم الذي يزجينكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانبا بر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكينا أفأمنتم أن يخصفوا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابهم بيمينهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كابون يفتمونك عن الذي أوحينا إليك لتفتلي علينا غيره وإذن نتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قلينا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحلينا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلتنك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لذنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زرقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا عن الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتنعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقصرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من مخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحضرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماء والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل النائب في فاب الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بنينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعا إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعا مسحورا فأراد أن يستفزا من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتنى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر